تسعمائة وواحد وخمسون عاما مرت ولا يزال الأتراك حين ذكرى معركة مالاذ كرد المعركة التي مهدت الطريق للفتوحات التركية في الأنضول وما بعدها في حدود خمسين ألف جندي في جيش السلطان السلجقي ألب أرسلان حقق الأخير انتصارا على نحو مئتي ألف جندي أو يزيدون في جيش الإمبراطور البيزنطي رومانوس ذلك الذي كان يطمح إلى نصر عسكري كبير يثبت به نفسه إمبراطورا لينتهي به الحال أسيرا في المعركة ويعود مهزوما إلى عاصمته كان الانسحاب من هذه المعركة يعني خسارة نتائج الأعوام الماضية لألب أرسلان من الفتوح في أرمينيا وشمال بلاد الشام ويعني انهيار الروح المعنوية لدى الجنود المسلمين والتعاظ من الروح المعنوية لدى البيزنطيين وازدياد قوتهم العسكرية ويرى المؤرخون أن معركة ملاذ كرد التي جرت في القرن الخامس الهجري هي المحطة الثانية من ثلاث محطات كانت أولاها اليارموك وآخرها فتح القسطنطينية والتي ساعدت في انتشار الإسلام وسقوط الإمبراطورية البيزنطية في المشرق في الحاضر يصر الأتراك على مواصلة إحياء الذكرى معركة ملاذ كرد باعتبارها معركة ملهمة وبداية السكن الأتراك في منطقة الأنضول وجعلها قلعة للأتراك والإسلام قرونا ثم قلعة للخلافة قرونا أخرى وعاملا مهما لشحد الهما في معركة استقلال الجمهورية الحالية وهو ما يدلل عليه القادة الأتراك الذين يشيرون إلى أن الغرب لا يزال يتخوف من الأتراك باعتبار أنهم كثيرا ما قلبوا ميزان القوة لصالح المسلمين ومعركة ملاذ كرد هي واحدة من أهم هذه اللحظات الكبرى والحاسمة ترجمة نانسي قنقر